فقر وبطالة وفساد واحتكار للوظائف كل ذلك كاف لتحويل المئات من أصحاب الكفاءات إلى باعة يفترشون شوارع بغداد ببسطاتهم لتأمين قوت يومهم وإطعام عوائلهم لكن المصيبة الأكبر تكمن في استهداف مصادر أرزاق هؤلاء الباعة عبر إزالتها وتحطيمها دون تقديم بدائل تعينهم على تحمل ظروف الحياة الصعبة هنا في منطقة الكرادة في بغداد ندد العشرات من الباعة بقرار حكومي قضى بإزالة بسطاتهم بدعوى إزالة المخلفات والمظاهر ذات الوجه غير الحضاري كما تره السلطات لتزيد في قرارها هذا من حضارة الفقر التي حولت هؤلاء الجامعيين إلى جائعين لم يجدوا غير الأرصفة مكانا لعرض بضاعتهم أنا بالنسبة لي أمو حامد زوجتي مدرسة ما تخوننا دينار وما يفوت لنا البيتنا من الدولة ممنوع ما نقدر نتوظف ليش ما نقدر نتوظف؟ ممنوع الوظائف ممنوع حكرا على أحزاب وعليهمهم مع الدولة وين فرص العمل هذا؟ بس مجرد حارب الناس حاربوا الناس وأرزاقهم حملة إزالة البسطات التي شنتها أمانة بغداد دفعت الكثير إلى الخروج عن صمته ليصرخ بكلمات ممزوجة بنار القهر والفقر بوجه من يستهدف لقمة عيشه غير مبال بما ستقول إليه حال مئات العائلات رأيي بدل ما اتجه الدولة بأمانة بغداد عموما وخاصة للشنابر اللي هو خطية يطلع على باب الله لو يحصل قوت اليومي لو ما يحصله خد تطلع على الفيضانات الجاي السير بالأمطار خد تطلع على الكهرباء على المي على غيره ما يكون حساب الدولة يعني ما يتحاسب بس على الشنابر لا بدائل ولا حلول قدمتها الحكومة لهؤلاء البسطاء من الباعة بعد إزالة بسطاتهم في حين تتغافل عن كثير من المجرمين والفاسدين حالة تدخل المواطن في حيرة من أمره فإلى أين يلجأ وأبواب البحث عن عمل تغلق أقفالها أياد الفساد ومؤهلاته العلمية لا تجد إلا أدراج النسيان مكانا لها جل أنت بس باوعى الناس أسألك بالله شوفوا شبع المخدرات جل أنت هاي الظواهر الاجتماعي اللي ترسط البلد مخدرات الحشيشة اللي غير اللي ظاهر كلها جديدة طرأتها على المجتمع انتهى ما قاعدت عالجها اتجهت على هاي الناس اللي قاعدت على باب الله على مدرع عشر والخمستعشر اللي يحصلها يصبر المواطن على فقره وبؤسه إلا إذا وجد ما يمس كرامته بحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة على متر من الأرض يضع عليها بضاعته ويكسب منها ما يكفيه لتأمين قوت يومه